ترحمة الحياة أن القضايا الفلسطينية أو الأزمة الحالية الحقيقة يمكن لها أكثر من بعد بالنسبة للدولة المصرية أولا اهتمام الدولة المصرية بالقضايا الفلسطينية وما يحدث من تصعيد جائر حقيقة في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي وبعد آخر وحماية أمنها القومي فالموضوع بالنسبة لمصر وليه أكثر من بعد لو هنتكلم تحديدا على المساعدات الإغاثية وإدخال المساعدات الإغاثية اللي كانت مصر مصرة عليه منذ بداية الأزمة وشفنا كان لمصر تحركات قوية أكبر وأبعد من فكرة مجرد الدعوات لضرورة إدخال هذه المساعدات تبعت إزاي الموقف المصري وأيضا تصاعد حتى الموقف المصري يعني أنا هتطفق مع حضرك السيد جمانا أن الأزمة الحالية بالنسبة لقطاع غزة هذه الأزمة هي الأشد والأعنف في تاريخ المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية وكان المشهد المراضي هو مشهد معقد وإزداد تعقيده نتيجة طبعا عمل السبع أكتوبر اللي غيرت قواعد اللعبة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل وده ظهر بشكل واضح من سخوط أقصر من 1400 قتيل من الجانب الإسرائيلي وبالتالي تحرك حكومة نتنياهو بشكل واضح لإحداث عملية انتقامية وعدم توقف قلة الحرب جعل أن التفاوض أي دولة مهما كانت حتى الإدارة الأمريكية في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت تحديدا تفاوض صعب جدا وبالتالي مصر سعت وبكل قواتها منذ اليوم الأول إلى قصر حصار غزة يعني كان في حصار كامل على قطاع غزة رفض تام من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الأمريكي ومن الجانب الغربي بشكل عام اللي هو لا يرى إلا بعين الأعور ولكن الدولة المصرية ومن خلال علاقتها الدبلوماسية الجيدة خاضت حرب دبلوماسية شرسة لكي يتم ادخال المساعدات لقطاع غزة وده اللي ظهر يعني الأمين العام للأمم المتحدة عندما يأتي ليس في غرف مغلاقة وليس في عقد مؤتمر صحفي أو لقاء جانبي مع رئيس السيس ولكن يتحرك للانتقال وعمل المؤتمر الصحفي أمام قطاع غزة دلالة واضحة جدا على أن تبني المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوجهة النظر المصرية دي نقطة مهمة جدا بالإضافة إلى أن الدولة المصرية ومنذ اليوم الأول تمسكت بمبدأ مهم جدا لم يتم إخراج أي من الرعاية الأجانب من قطاع غزة إلا بعد دخول كافة أوجه المساعدات وده نقطة أيضا حسبت للدولة المصرية وبالتالي يعني الرئيس الأمريكي بشكل واضح هو بيشيد بشكل واضح بالدول المصري ليس فقط الرئيس الأمريكي اللي قال أنه كان فيه دور محوار لدولة المصرية في إدخال المساعدات لقطاع غزة ولكن أيضا كل دول العالم ولكن دولة المصرية الهدف الأسمى ليس فقط إصال المساعدات ولكن الهدف الأسمى للدولة المصرية أولا إحياء مصار السلام بشكل كبير وده اللي نتج عن قمة القاهرة للسلام دي نقطة مهمة جدا ادخال المساعدات كسر الحصار العمل على وقف اطلاق النار كلها نقاط مهمة جدا احياء القضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية يا أستاذ محمد في الفترات السابقة يعني كانت بتتزيل سدة أي مشهد دولي ولم تكن فيه الحزبان ولكن الآن على الرغم من الموقف الصعب اللي احنا كلنا بنعيشه وانه في حالة من الاحتقان ودي ألدى كل الشعوب العربية والشعوب الإسلامية اللي ان الوقف ده المراضي سيؤدي بملادع مجال الشفك إلى أن يبحث المجتمع الدولي عن إيجاد حل سياسي سلمي حقيقي وتنفيذ مبدأ حل الدولتين وده هو اللي بيبحث عنه الغرب لأنه إذا كان الغرب يبحث عن أمن وسلام لإسرائيل الرسالة وصلت إنه لا أمان ولا سلام لإسرائيل إلا بقامة وتنفيذ مبدأ حل الدولتين